أما هلأ رشا خلينا نحكي عن موضوع كان كتير مهم وفي حملة توعية كمان كتير مهمة لحتى نحكي عنه هو نقص السماع المفاجئي اللي بيبدأ أكيد بحالة متوسطة أو حالة بسيطة طبعا بيتطور هذا النقص لحتى يطور لي وضع خطير رح نحكي عن هذا الموضوع عن حملة التوعية المطلوب كلياتنا ننتبه إلى بشكل كتير منيح وأكيد رح يكون معنا حديث مفصل مع الدكتورة وفا أحسين دكتورة في تقويم الكلام واللغة والإستاذة فرح جبري أخصائية في قسم السماعيات يسعد صباحكم صباح خير صباح خير للكم صباح خير يعني يوم عم نحكي عن حالة يمكن هي نسبية عند الناس وليس ما فينا نقول حالة عامة هي حالة نقص السماع خلينا بداية نحكي شو هو حالة نقص السماع وهل هي ممكن تكون متعلقة بالأسباب الوراثية أو مرضية تمام هلأ تعقيبا على حكيك نقص السماع المفاجئ يعني هو نقص السماع بيجاوز لـ 30 ديسبل على الأقل تمام فهو ممكن يكون أي درجة من درجات نقص السماع على ثلاث تواترات خلال فترة ثلاث يام على الأقل فهو شو بيصير بهذه الحالة سواء نقص السماع مفاجئ أو أي نقص السماع أنه نحنا بيصير عندي نقص بالحساسية السمعية للأصوات نحنا كأشخاص بنتحسس للأصوات يلي حولينا فلما بيكون عندي نقص بالحساسية لهذه الأصوات فبيصير عندي نقص السماع مثل نقص البصر مو عندي نقص بصر درجتين وثلاثة وأربعة نفس الشي نقص السماع عندي درجات للنقص بسيط خفيف متوسط متوسط للشديد شديد وعميق فأنا كلما زادت عندي درجة النقص بيزيد عندي صعوبة بالتحسس للأصوات وبالتالي بيصير في عندي أصوات أكتر أنا ماني قادرة أسمعها فكلما أثر أكتر وزادت درجة النقص بيصعب علي أكتر حتى أني أنا أسمع الأصوات الكلامية فهذا الشي اللي بيأثر على عملية اكتساب الكلام واللغة خلال الفترة الأطفال لما بيكونوا صغار بالعمر فنحنا هاي الموضوع اللي له علاقة بنقص السماع ودرجاته نعم دكتورة ربنا نحكي عن الأعراض دائما نحنا بنقول لما بنكتشف بشكل مبكر ممكن بنجينا من كتير عواقب لبعدين خلال نحكي شو هي الأعراض اللي ممكن تحس علي الأم على طفلة بالبداية وكيف ممكن يطور هذا الشيء طبعا الأم والأهل بشكل عام ليس الأم المحيط لازم يكون إلى حدين ما واعي لأنه موضوع السماع بيظهر بأشياء بسيطة وفي قانوات بتساعد الطفل يرمم يعني الطفل الصغير لازم يكون نايم بمكان هادئ في حال حدث أي صوت مفاجئة لازم ينتبه في حال ما انتبه الطفل أكيد الأم لازم تسأل حاله أنه هذا في شيء معين في حلقة مفقودة في شيء متوقع أنه يصير ما يصير تنتبه عليه موضوع الأطفال اللي بتقرب كتير من الشاشات هو حالي جدا شائعة بالمجتمع سواء بغض النظر عن وجود نقص سماع أو عدم وجوده في عندهم شيء من الرغبة أن يقربوا على التلفزيون يشوفوه لازم الأم تكون واعي لموضوع هل أنه هذا الطفل عم بيقرب كرمه ليسمى أو لا فكرة الثانية إشياء تنتبه علي الأم أو أي المحيط أنه أنا ممكن نحكي الطفل حاكيه كلمة إذا هو مو متبه علي ما عم بتطلع فيه يطلب مني عيده شو قلتي ممكن إذا حاكيته من غرفة تانية ممكن ما يسمى علي ممكن ما يرد علي أو ممكن يكون عم بطلب منه شيء ويعمل شيء آخر تماما هلأ هو إلى حدا ما شيء مشوش لأنه أنا ممكن عم بسمع كلامكم 100% في أشخاص تانين ممكن عم بسمعوا أجزاء من كلامكم اللي عم بصير عند الأشخاص التانين أنه بيطلعوا بتعابير وجهكو بيطلعوا بإماءاتكو بحركات جسدكو بحاولوا يرمموا هذا النقص اللي عندهم ويخبوا إلى حدا ما نقص السمع هلأ الطفل ما أغزته يخبي نقص السمع بص أصده يتواصل أصده يعرف أنه شو اللي عم بيصير لذلك ما بيعرف أنه عنده نقص السمع بيعرف أنه فيه شيء مو ظابط فيه شيء عم بعاني منه وما عم بيزبط معي أيام وحاول رمم وحاول رمم لذلك الدور الأكبر فيه عا فكرة يلاحظ نقص السمع من الولادة ونحن مشي الطفل اللي ما بيهتم بالمسيرات السمعية الطفل اللي ما بيبلش يناغي بعد المناغات ما بتتطور عنده لظهور الكنيمة الأولى الطفل اللي إلى حد ما بتأخر حكيه لذلك الطفل اللي بيزهر عنده أخطاء كتير نطقية مقارنة بأقرانه هادلون كلات المؤشرات نقص السمع نعم أستاذي فرح اليوم عم نحكي عن موضوع كتير كبير لما نحن نحكي عن نقص السمع فنحن نحكي يمكن عن اضطرابات بالنطق بالكلام بالتواصل حتى لأنه نطق والكلام هو إذا تتواصل دولة للطفل خلينا نحكي اليوم كيف ممكن نبدأ نعالج الطفل بالتعاون مع الدكتور دكتور السمع أنه لازم يكون في تعاون مناقيد واحدة للقصة يمكن فكيف نحن نبدأ معه خطوة خطوة لما يكون نقص السمع بسيط وصولاً أنه يكون شديد تمام حضرتك النقطة اللي ذكرتها هي المحور أنه نحن دائماً عم نشتغل ضمن فريق تمام الطفل اللي بيصل لعنا على قسم السمعيات نحن في عنا اختبارات كاملة لكل الأعمار ولكل الأنواع الشكوى لكي نحن نوصل لتشخيص المناسب حسب العمر وحسب الإدراع على التعاون معنا يعني هو مبدأ تخطيط السمع أنه أنا أعطي صوت وأخذ جواب ففي عندي اختبارات بتسويلي هالشي بشكل سلوكي وفي عندي شغلات بشكل موضوعي ما لا علاقة بسلوك الشخص هذا الشي طبعاً حسب عمره تمام فأنا بس وصل لنتيجة أنه أنا أخدت تشخيص لهذه الحالة وكان الطفل عنده نقص السمع أو البالغ أو بأي عمر نحن عم نحكي فنحن هون منتوجه باتجاه أنه نحن استشارة مشان معينات سمعية تمام نحن لازم نختار معينة سمعية مناسبة لدرجة نقص السمع وتكون معايرتها صحيحة لأنه يعني الشخص لو معه أحسن معين سمعي بالعالم إذا برمجته ما نصح فهو ما رح يستفيد منه أو رح يرفضه لأنه ما حيكون مرتاح عليه هلأ متى ما نحن ضبطنا الوضع السمعي لنصل للمستوى الوظيفي فساعتا من نروح لاختصاصي تقويم الكلام واللغة مشان نشوف عملية التأهيل كيف حتصير إذا كان الطفل في عنده مشاكل مرافقة فنحن الفريق بيتوسع أكتر ممكن يشمل طبيب الأذنية، طبيب العصبية، طبيب الأطفال إذا احتجنا طبيب قلبية، طبيب عيون أي شخص تحتاجه الحالة يلي معنا فنحن الفريق بيتوسع أكتر لحتى يشمله طبعا إذا الطفل ما استفاد على المعينات السمعية أبدا أو كانت ما في استفادة كافية فهن نحن نروح باتجاه زراعة القوقعة زراعة القوقعة هي الخيار البديل لما نحن الخلايا الموجودة بالإذن ما عم تقدر تقدم شيء كافي بالبطايا هذه الحالات الشديدة المتفاهمة في يدوني العميق أو أنا ما عندي تمييز كلام يعني أنا الهدف الأساسي مثل ما قالت الدكتورة وفا أنه أنا أتواصل فإذا المعين السمعي يعطاني سمع بس كان الصوت مشوه وأنا ما قدرت أتواصل بشكل صحيح فهن حلي البديل أنه أنا روح على زراعة القوقعة تمام دكتورة وفا خلينا نرجع شوي لعند حضرتك وقت بيكون في مشكلة بالسمع عند الطفل خلينا نقول إعاقة سمعية أكيد حيكون في تأثير على دراسته وعلى تواصله مع المحيط وخاصة خلينا نقول لغة تمام شو البديل اليوم طبيا وكيف بتتعاملوا مع هذا الطفل اللي بيكون عنده إعاقة سمعية شو هي الطرق البدائي نحن فريق متكامل نحن ننظر الإعاقة بأنه هي متعددة الأطراف الطرف الأول هو الأهل الطرف التاني هو الاستقصاءات السمعية الطرف التالي هو الكلام واللغة الطرف الرابع هو المجتمع لذلك بأول شيء من شك والأهل ومن نتيجة الاختبارات السمعية ومن درجة لعاقة ما يصير عنا مجموعة من البدائل حسب شدة نقص السمع اللي عنده طبعا الأستاذي فرحي خاصة اختصاصية بالاستقصاءات بالسمعيات هي أقدر بنا تحكي بالموضوع بيتم اختيار المعين السمعي المناسب إلو بيتم ضبط هذا المعين ومعارضه بشكل دوري بيوجهه للتدخل الأنسب والتدخل اللي هو مسرع كرمان نحن نحاول قدر الإمكان هذا الفاقد اللغوي اللي راح عليه هو ما عم بيسمع نرمه بسرعة القصوى لأن اللغة هي غير إنه وسيلة التواصل الأساسي للأسفية الوسيلة الأكتر استخداما في تطوير التعلم وهو إلى حد ما حاجي وغاية وهدف لنا ولها كل طفل ولها كل أهالي أن يوصل أطفالهم للمدرسة ويتعلموا باستخدام اللغة اللفظية نعم كتير فعلا مهمة هاي النقطة نحن راح نعالج هي المشكلة ونوصل لتعليم جيد لازم نحل المشكلة من جذورها مثل ما منقول لكن دائما أستاذي فرح نحن نقول أن الوسط المحيط هو المسؤول الأول عن تقدم الطفل بأي مجال خاصة الطفل يلي بيعاني من المشكلة خبرنا اليوم كيف تتعاملوا مع الطفل كيف شوية النصائح يلي ممكن تقدموها للأهل حتى يساعدوكم بهي العملية تمام هلأ نحن أول شي لازم نتذكره أنه هذا الطفل هو طفل طبيعي هو بس طفل عنده مشكلة عنده مشكلة بالسمع فنحن ما لازم نشفق عليه نحن لازم نكون عما عفوا نحن لازم نكون عما نساعده لحتى يقدر يوصل للي هو بطيحة أقو فنحن لازم نتبنى ولازم نحن نتعاون كل آياتنا مع الفريق مع الأهل مع كل المحيط يمكن أول تنبيهكم للأهل عمله أنه هو طفل طبيعي عنده مشكلة صغيرة ما لازم نشفق عليه ما لازم ندلله زيادة ما لازم شو ما بده ياخده عرفتي شلون فنحن لازم دائما نتذكر أنه هو بوعيه كامل تمام نحن لازم نتعاون مع الفريق ومع الأهل لحتى نحن نقدر نساوي الأهداف يلي نحن خاطين له إياها فأول الشي نحن يعني الاتفاق هو مع الأهل لأن الطفل نحن نشوفه إذا صاعب اليوم فهو 23 ساعة الباقي ياب البيت فكل النصائح يلي نعطيه للأهل بأي قسم كان فنحن يعني نتأمل أنه هن يلتزموا فيها وإذا عنده أي أسئلة شو كان نعطيه نصائح غير أنه نعمله بشكل طبيعي أول الشي أي شي بياخده بالجلسة لكلام واللغة فهو لازم يتعمم بالبيت لازم نحن ما نخلي إذا حكى الكلمة بشكل غير صحيح منمر إليها لازم نصححها لازم أي مفهوم بياخده مثلاً إذا أخذ مفهوم تفاحة فهو شاف الصورة أنه تفاحة حمراء نحن إذا جبناك كل شيء أنواع تفاحه وفردناها قدامه فهو هنا عمم المفهوم هاي هي المقصود إذا مثلاً نحن بقسم السمعيات طلبنا منه كيف يستخدم المعينة السمعية فنحن نطلب منعلمه كيف يستخدمها كيف يغير بطارياتها قداش لازم يحطها باليوم فهي كلها يعطى نصائح وتوجيهات نحن نتأمل أنه يلتزم فيها الأهالي مشان نحن نوصل لفائدة أسرع حتى بالمدرسة أكيد المفروض يكون في توصية وفي نصائح للكادر التدريسي كهرمال أنه يقدر ندمج بين رفقاته وما يكون حدا سلبي بالنسبة لإيلون خلينا نحكي دي اليوم وهو حملات التوعية ومن ضمن الحملات شو عم تقدموا للأهالي إن كان أولى للكادر التدريسي تمام هلأ نحن للأهالي هاي اللي حكيناها هلأ يمكن دكتورة وفاق بضيف أكتر بموضوع التأهيل بالنسبة للكادر التدريسي نحن عم نحاول أنه نوعي للمدرسين يلي هلأ عم يعني عم يطلعوا معهم من المنظمة للأطفال عم ياخدوهم الرحل على المدارس أول الشي مشان الطفل يشوف كيف هي المدرسة العادية وبيقدموا توجيهات للأنسة أكتر الشي بخصوص الاستراتيجيات التعديل البيئي يعني الطفل إذا مستخدم سماعات فهو مفروض يقعد أول الشي بالنص مفروض نطلبه من الأنسة أنه توجه له الملاحظات أنه تتأكد أنه ما عم تحاكي وهي دايرة وشها مفروض مثلا نقل له أنه لا تحكي بسرعة ومو أنه بطيء كتير بس بوتيرة مفهومة عادية يعني تواصل عادي تمام لازم يعني نوعي رفقاته أنه مثلا هي سماعة هو بيستخدمها لحتى يسمع مثل ما أنت بتحط نظارة لحتى تشوف صح لازم نختار له أهم الشي أنه مكان جلوس مناسبة بعيد عن الضجيج ونورجي الآن سكيف هي لازم تتواصل معه تمام بالنسبة لموضوع الدمج للأطفال بالمدارس خاصة بالمدارس لأنه بالمجتمع هنين بلاقوا وسيلتهم للتواصل بالمدارس في إلا خصوصية معين اللي هي موضوع القراءة والكتابة اللي بنستخدم فيها لغة فصحة غير اللغة اللي بنحكيها هلأ هوني إذا بدنا نحط المسؤولي للمدرسة كلاته أو للطفل كلاته نحن عم نكون إلى حدا ما عم نطلع بالموضوع بجزية الطفل اللي عنده إعاقة سمعية إله واجب تجاه نفسه والرفقاته إله واجب والإدارة بشكل عام والمشرد النفسي إله واجب هلأ من واجب الطفل أنه أول شي يبلغ عن إعاقته أنه أنا عندي إعاقة سمعية هذا المعين السمعي اللي بيستخدمه وهو مهم جدا إلي لأتواصل أنا عندي نقص معين بتمنى منك أنتوا يا رفقاتي لما تكون حاكوني تطلعوا بوجهي لأنه أنا إذا عندي أي نقص برمموا من وجهكو بتمنى تكون سرعتكو إلى حدين ما معتدي لإقدر إسمعه وإقدر عالجه ما تنزعجوا مني أنا إذا طلبت منكو أنكو تعيدوا تشرحوا لي شو حكيتوا هذا دور الطفل ما حد فيه لعبوا أطلاقا بالمقابل دور الأطفال التانيين يكونوا فعلا متقبلين لهذا الطفل متقادرين يتعاملوا معه بهذه النصائح وهذه التوجيهات اللي عم بيحكوها هلأ شو اللي بيخلي الأطفال التانيين يوصلوا لهذه المرحلة هو المرشد بصراحة المرشد دول إدارة بشكل عام أو حتى نظرة المجتمع على الموضوع هلأ إذا مثلا كان فيه كورس توجيهي من قبل المرشدين نفسيين للأطفال مجموعة من الأنشطة اللي هي ممكن تخليه يتفاعل الطفل الإعاقة السمعية مع الطفل العادي ممنوع مجموعة من الأنشطة المصمة مكرمالية نجلوا مع بعض أكتر بيكون الموضوع مضبوط من جميع الجيات بتكون النتيجة أفضل لأنه ما هي واجب أنسة ولا هو واجب إدارة ولا هو واجب طفل دكتورة بتحسي أنه نحن اليوم فعلا وصلنا لدرجة الوعي أنه نحن فعلا نتعامل بطريقة راقية بطريقة فعلا نحن فهمانين كل خطورة أنه نحن ما نعرف المشكلة اللي قدامنا لما بيكون في طفل عنده مشكلة بيأسمع بيصير بعض الأوقات تنمر من قبل الزفاق وهذا الشي منلاحظه وممكن بأغلب المدارس بكافة المراحل العمرية للأسف من عمر صغير منشوفها للأعمار الكبيرة للمراهقة فهون قداء مثل ما بنرجع منقول نحن الوسط المحيط قديش دعم المدرسة قديش وقف التنمر ونعطي كمان جلسات إرشادية للأطفال أنه التنمر ممنوع خلينا نحن نخلص منه بشكل كامل قدي هذا الشي مهمة كتير لدعم الطفل ونساعد أنه يخلص من هاي المشكلة مية بالمية فكرة نحن منسأل حالنا أنه نحن عم نقدم كل شي للطفل هل هو راضي عن جد راضي عن نفسه هل هو حقق ذاته هل في شيء تاني نحن غافلين عنه نحن ما في ننقيس هالمواضيع إلا من وجهة نظره طالما هو صغير ما بيقدر يعبر عن الموضوع بشكل كامل لذلك تعالوا لنشوف نحن كمجتمع المجتمع هو متعدد هو متعدد الشرائح متعدد الأعمار متعدد الأفكار وفئة الأطفال اللي عندهم إعاقة ليس الأطفال بشكل عام هون فئة قليلة لسه ما تعود كامل للمجتمع أنه يطلع للموضوع الجزء الأكبر للأطفال اللي عندهم إعاقة أو الأشخاص اللي عند الإعاقة يقدموا حاله نسبته حاله بشكل كفو تماما والجزء الثاني اللي ناس اللي هي بتعرف شو يعني إعاقة سمعية وبتعرف شو حدودها وشو مخاطرها وشو متطلباتها وشو أقصح ممكن توصله وهي لازم تتقرب وجهات النظر ما بين المجتمع وبين الأشخاص دكتورة أنت بتششعي عدد دمج أنت ما عدد دمج دكتورة ولا نحن نبقى مش عن نخلص أو نختصر مشكلة التنمر الأشخاص أو الأطفال اللي عندهم بعض المشاكل سواء بسيطة أو كبيرة يكونوا مع بعض تشوفي تعالينا ناقش الموضوع من منظور مختلف لنفترض أن الطفل عنده إعاقة سمعية شديدة عميقة وما حطمه أين سمع وصار عنده صمم واستخدم لغة الإشارة بشكل عام وراح على مدارس تعدم اللغة الإشارية بتعلم وبتواصل ويكون عنده مجتمع ما في حدا يتنمر على ضمن مجتمعه لأنه ضمن جيره مجتمع واحد تماما الفكرة الثانية اللي هي أنه درجة الإعاقة السمعية إذا كانت قليلة ونحن حابين نخليه يحكي يحكي ويفوت على مجتمع يحكي يتواصل لفظيا هذا الموضوع اللي هون هي المشكلة نحن اللي بدنا نكون عم نساعد لها لناخد القرار هل هو الأأمن أنه فعلا يكمل بموضوع اللغة اللفظية لأنه قدراته منيحة أو الأأمن يروح باتجاه تواصل كل إشارة ممكن بيقدرها الطبيب والأخصائي حسب حالة الإعاقة أو درجة الإعاقة بسؤال هيك أخير اليوم من خلال عمليات التنمج ضمن المدارس كيف كانت النتائج يعني شو لمستو أنه اليوم نحن فكرة ثقافة الوعي وعدم التنمر موجودة حتى بين أطفالنا يعني أو كان عندكم بعض الحالات اللي ممكن صار عليها تنمر أو صار عندها مشاكل من عملية الاندماج نحن ننطلق من فكرة أن المجتمع هو شيء غير مضبوط هو شيء غير محدود الاتجاهات ما فيك تقول جميع النتائج هي نتائج مرضية أو غير مرضية الطفل اللي عنده إعاقة سمعية مثل هو مثل أي طفل تاني معرض للجيء اللي يكون عنده أصدقاء اللي يكون عنده ناس بتحبه اللي يكون فيه تنمر أمر طبيعي الشيء الثاني اللي عم نتعرض عليه أكتر هو موضوع اللغة اللغة الفصحة اللي هي لغة جديدة مفاهيم جديدة عم تصير للطفل اللي عنده إعاقة سمعية ما عم بفهمه هي عم تسبب لونه من أنواع التأخير عم بيحس حاله غير قادر أنه يندمج غير قادر أنه يتعلم بسرعتهم يعني عم تكون هي سبب إضافي إلى موضوع عدم وعي الناس التانين أو الأطفال التانين أو المحيط بموضوع اللي عاقة سمعية تجاربنا إلى حدين ما ناجحة إنما من الخطأ تقولي أنه ممنوع يتنمر حدا أو ما حصل أي تنمر لأنه متطوط لأي طفل تاني يعني قاضي على جميع الاحتمالات أكيد هو معلومات كثير مهمة وهو حالة نحن بحاجة لواءة أكتر نشكر يوم خضوركم معنا ضمن صباحنا لليوم الدكتورة وفاء حسين دكتورة في تقويم الكلام واللغة والأستاذة فرح جبري أخصائي في قسم السمعيات صباح خير لألكون عن جريد وشكرا لألكون شكرا لكم مدى تانية ولا جهودكم ونتمنى أكيد أطفالنا يكونوا دائما بألف صحة خير وسلام شكرا لألكون